أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين الحبيب المصطفى وابن عم الإمام المرتضى بالقاسم محمد اللهم صلى الله عليه ومحمد وآله محمد صلى الله عليك يا مولا يا رسول الله وعلى لبيتك الطيبين الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوز عظيم النور قد هتك الدجا فاستبشري في يوم ميلاد الإمام في يوم ميلاد الإمام المرتضى في يوم ميلاد الإمام المرتضى فاليوم قد شاءت إرادة ربنا أن يملأ الآفاق أن تملأ الآفاق أنوار الرضا وصحنا وصحنا صحت هاليوم دنيانة صحت هاليوم دنيانة وصحنا وصحنا نصبنا للفرح محفل وصحنا وصحنا متى لضريحك نزور وصحنا نجيك زحوف يا روح الزجية صلوات اللهم صلى على محمد وآل محمد قيل لي قيل لي أنت أفصح الناس طرا قيل لي أنت أفصح الناس طرا في المعاني وفي الكلام النبي لك من جيد المعاني قريضون يجتني الدر من يدي مشتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى فعلى ما تركت مدح ابن موسى والصفات التي تجمعن فيه قلت لم أستطيع مدح إمام كان جبريل وخادمين لأبيه علينا علينا حبا للنبي واجب علينا طاه المصطفى وولده وعلينا لون إحنا على العالم علينا بفضل آل النبي خير البرية صلوات اللهم صلى على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وسعد الله أيامكم الفضيلة والمباركة هذه ونحن في شهر من الأشهر المباركة من الأشهر الحرم على وهو الشهر ذا القعدة وذكرنا في الليلة الماضية أن الشهر ذا القعدة يتعلق بالإمام الرضا ففيه ست دكريات ومناسبات خاصة وترتبط بالإمام الرضا عليه السلام والإمام الرضا والإمام الرضا له دخل في هذه المناسبات أول ذا القعدة ولادة أخت الرضا يدعش ذا القعدة نفس الإمام الرضا ولادته 23 ذا القعدة استشهاد الإمام الرضا 25 ذا القعدة يوم دحو الأرض يستحب فيه زيارة الإمام الرضا واليوم الذي بعده حركت الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان أما المناسبة السادسة في آخر ذا القعدة ألا وهي مناسبة ذكرى استشهاد ولد الرضا الإمام الجواء صلى الله عليه وذكرنا شيئا حول ولادته وكيفية ولادته وما تبع ولادته من آثار عجيبة وعظيمة كما ذكرت أمه السيدة تكتم صلوات الله عليها ونأتي إلى جانب آخر فيما يتعلق بالإمام الرضا صلوات الله عليه كما ذكرنا لحضراتكم أنه من هذه السلسلة المترابطة المتماسكة الموحدة التي أولها محمد وآخرها محمد وأوسطها محمد وكلهم محمد اللهم صلى الله عليه ومحمد وآله محمد وهذه الثلة المباركة التي أوردها الشاعر العملاق الفرزق رضوان الله عليه وذكر أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام الرضا عليه السلام ذكرهم في تلك القصيدة العصماء والغراء والتي منها وفيها مدح الإمام زين العابدين وعارج على مدح الإمام الرضا والبقية من المعصومين عليهم السلام حينما قال من معشر من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض ومختوم به الكلم إن عد أهل التقاكان وإمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم لا يستطيع جواد بعد جودهم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا نعم اسمه علي ويعتبر الإمام مرضى صلواته الله عليه علي الثالث لأن علي الأول ألا وهو الإمام علي بن أبي طالب وعلي الثاني ألا وهو زين العابدين الإمام السجاد أما علي الرابع ألا وهو علي الهادي عليه السلام أما الإمام الرضا اسمه علي الثالث من أهل البيت عليهم السلام وهذا الاسم كان يتعشق أهل البيت يتلذذون باسم أهل البيت باسم علي من بين الإناث أهل البيت كان يحبون اسم فاطمة اسم فاطمة كان يعشقون اسم فاطمة بيحث هناك عندنا في التاريخ ورد هكذا ذكر البعض أنه ما من بيت بيوتاتهم إلا وكان في اسم فاطمة حيث أن هناك روايات روايات معروفة بسلسلة الفواطم سلسلة الفواطم لأن الذي أورد وذكر هذه الروايات مجموعة من السيدات الفاضلات المعروفات باسم فاطمة سلسلة الفواطم كهذا الحديث الذي حقيقة طالما شنفتم أسماعكم فيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ألو مات على حب آل محمد مات شهيدة ألو مات على حب آل محمد مات تائبة مات مؤمنة مات مغفورة ألو مات على حب آل محمد فإن فإن قبره مزار ملائكة الرحمن ألو مات على حب آل محمد فإنه يزف فإنه منكر ونكير بشرانه بالجنة ألو مات على حب آل محمد فإنه يفتح من قبره بابان إلى الجنة ألو مات على حب آل محمد فإنه يزف من قبره إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ولو أن هذا الحديث وهذا الحديث ذكرها قاطبة المسلمين ولكن هناك سلسلة من الإناث الطيبات المعروفات باسم فاطمة عن فاطمة عن فاطمة عن فاطمة بنت رسول الله أنها سمعت النبي أباها ذكر هذا الحديث لذلك أهل البيت كان يحبون هذا الاسم وفي بيت الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم كما ذكر أحدهم أن كان للكاظم عليه السلام موسي بن جعفر أربع من البنات سماهن فاطمة 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 إحداهن فاطمة ابن الإمام موسي بن جعفر أخت الإمام الرضاء المجفون في بلاد قوم المقدسة الطيبة يعني فاطمة واحدة تكفي ولكن بمقدار ما أن أهل البيت كانوا يحبون اسم فاطمة كانوا يعددون هذا الاسم المبارك في بيوتهم أربع من بنات الإمام الكاظم معروفات باسم فاطمة لأن هذا الاسم حقيقة كان يذكرهم بظلامات ومناقب وفضائل ومقامات وكرامات وهذا الحب الذي كان لأمهم الزهراء في قلوب أهل البيت هذا الاسم كان يذكرهم بكل هذه الأشياء الجميلة والبارزة والملفتة للانتباه نعم وكما قال الإمام الكاظم عليه السلام أن الفقر لا يدخل في بيت في اسم فاطمة من بين الذكور كان يحبون ويعشقون اسم عليه اسم عليه حتى أنه الإمام الحسين صلوات الله عليه حينما رجل دون ذكر اسمه عاتب الإمام قال لماذا عندك علي الأول علي الثاني علي الثالث علي واحد يكفي قال لو كان لي مئة من الأولاد لسميتهم عليا وعليا وعليا لأن هذا الاسم أيضا حينما يدخل إلى بيوتهم يذكرهم بكمالات وبرسالة وبشخصية وبشجاعة وبطولة ومناقب وفضائل ومكارم والمحامد السنية التي اتصف بها الإمام أمير بن علي بن ابن طالب صلوات الله عليه فأعود المربع الأول من بين الإناث كان يحبون اسم فاطمة من بين الذكور كان يعشقون ويحبون اسم علي وهذا الإمام رضا صلوات الله عليه وعرف بهذا الاسم الجميل علينا الثالث أما كنيته أما كنيته معروف بأب الحسن أبو الحسن أبو الحسن نعم الثاني أما أبو الحسن الأول أحبت الأفاضل وهو الإمام أمير مين صلوات الله عليه الإمام الرضا بأبو الحسن الثاني أما لقبه لقبه هذا اللقب الجميل الذي حقيقة فيه نزعة أخلاقية فيه ملكة أخلاقية فيه صفة جدا عظيمة إخواني أحبتي أذكركم وأذكر نفسي بهذه الصفة ألا ويصفة الرضا الرضا والإمام صلوات الله عليه علي بن موسى عرف ب ولقب بالرضا والجميل هنا أحبتي أن أهل البيض صلوات الله المجمعين هذه الألقاب التي عرفوا بها هذه حقيقة منتزعة من شخصياتهم أسماء وألقاب منتزعة من مسمياتهم ليس بإمكانك أن تفصل بين أسمائهم وألقابهم التي عرف بها وبين شخصياتهم منتزعة مشتقة من ملكاتهم النفسية وقلبهم الأبيض وأخلاقهم المليحة هكذا الرضا هنا من نافلة القول يجب أن نقول أو من قصار القول أضع هذه الكلمة بين قوسين بين هلالين أحبتي حينما نقول الإمام علي بن موسى عرف بصفة الرضا ولقب بالرضا هل بإمكانك أن تنتزع صفة الرضا من بقية الأمة كلا وحينما نقول هذا لقبه الرضا يعني الإمام الجواد أيضا الرضا الإمام الهاد أيضا الرضا عرف بهذا اللقب كلهم راضون وكلهم رضويون وكلهم مرضيون عند الله تعالى الإمام علي والحسن والحسين والباقر والسجاد والكالم والهادي والعسكري والإمام الحجة وكلهم يحملون صفة الرضا وحينما نقول الإمام السجاد عرف بالسجاد بإمكانك أن تقول الإمام الرضا أيضا عرف بالسجاد أيضا وحينما نقول الإمام السجاد السجاد لقبه الإمام الجواد أيضا السجاد والإمام الهادي أيضا السجاد والإمام العلي أيضا السجاد فهذه ألقاب مشتركة فهذا رضا وبإمكانك أن تسحب وتجر هذا اللقب إلى جميع الأمة والإمام الكاظم أيضا هو الرضا والرضا أيضا هو الإمام الكاظم هذه الصفات مشتركة غير محصورة في إمام واحد كلهم كاظمون كلهم رضويون كلهم أجاويد وأجواد كلهم سجادون كلهم هادون كلهم باقرون كلهم صادقون نعم صفات مشتركة ولكن لرب السائل يسأل فكيف أن هذا الإمام عرف بهذا اللقب هذا الشيء توقيف تعبد كما يقولون هذا الشيء قد ورد ورد إلينا من الفم الطاهر لجده النبي صلى الله عليه وآله طالما أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي عرف هؤلاء بهذا الألقاب فأنا حقيقة أخضأ وأقف وقفة احترام لما أورده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الخبير بهذه الأمور وإلا هذه الصفات مشتركة بإمكانك أن تضعها لجميع الأمم عليهم السلام صفة الرضاء حتى هناك مؤمنين يحملون هذا الصف أيضا ولكن حينما التاريخ يذكرني ويذكركم أن هذا الألقاب منتزع من شخصياتهم والنبي هو الذي وضع لهم هذا الأسماء والألقاب والكنا أنا حقيقة أقف وقفة إجلال وخضوع لما قاله النبي وكما ورد في الأثر أن أم سلم عليه السلام هذه السيدة الصالحة التي عرفت من أهل الجنة هي تروي وتقول كان الإمام وعلي بن ابن طالب عليه السلام في داري مع النبي صلى الله عليه وآله الإمام سأل رسول الله قال يا رسول الله من هم الأمة بعدك من هم الأمة بعدك أم سلم تقول هكذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله يحصي ويعدد الأمة من بعده واحدة للآخر ويعطي لكل واحد من هؤلاء أربع إشارات وإماءات وإحاءات أربعة حتى لا يكون التباس بالمستقبل قال يا علي إن الأمة بعدي هم وأخذ يعطي لكل واحد أربع إشارات مثلا حينما وصل الإمام رضى عليه السلام قال أما ثامنهم كلمة ثامنهم هذا الرقم هذا العدد دليل على أنه الإمام الثامن هذه الإشارة الأولى أما ثامنهم اسمه علي هذه الإشارة الثانية الاسم وكنيته أبو الحسن ولقبه الرضا ولقبه الرضا لذلك حينما النبي يتدخل في وضع الألقاب والكنا والرقم التدريجي لإمتي هؤلاء ولأسمائهم أنا حقيقة أخضع لما أورده النبي صلى الله عليه وآله ولا هذه الصفات مشتركة أخلاقية بإمكانك أن تضعها على جميع المعصومين صلواته الله المجمعين هذه من ناحية من ناحية أخرى إخواني أحبتي صفة الرضا صفة عظيمة لقب الرضا لقب عظيم الرضا اسم جميل اسم جميل لقب جميل وصفة شريفة والرضا إخواني ملك إنسانية يا حب ذا أن كل واحد مننا بل ينبغي ويجدر بالمؤمن أن يحمل هذا الصفة ما هي صفة الرضا الرضا أنك ترضى بما كتب الله تعالى عليك بما قدر الله تعالى لك بما صنع الزمان لك هذا الرضا أقولها باللهجة الشعبية كما يقولون يعني يوم أكو يوم ماكو يوم الصعود يوم نزول يوم وحيد فريد يوم ربع دائما داري يحوطونني هكذا يوم ارتقاء يوم هبوط يوم غنى يوم فقر يوم جيبي مملوء يوم جيبي فارغ يوم علة لا سمح الله يوم الشقاء لا سمح الله يوم سعادة وعافية إن شاء الله هذه الصفات وهذه الأقدار أنك ترضى بما كتب الله تعالى لك على شتى المجالات على شتى الصور الرضا هو هكذا أنك ترضى بما قدر الله تعالى لك هذه أعظم صفة من صفات أولياء الله أنهم يرضون يرضون وهذه الصفات أيضا توجد بها صديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلى الله عليه قال الإمام الصادق صلى الله عليه إن لجدتي فاطمة عند الله تسعة من الأسماء اثنين منهم أو منهم هكذا الراضية والمرضية زين للإنسان يا حبيت دائما يحمل صفة الرضا يحمل صفة الرضا أنه إذا الدهر قسى عليك والزمن جفى عليك وأعطى لك ليمونة حنظل ومره وحامضة أنك تعطي لهذا الزمن والآخرين ليمونة عسلية هذه الرضا أن الدهر ذا ضيق عليك أن ترضى بما كتب الله تعالى عليك هذه الرضا إنما الدنيا عوار كما يقول الأجيب إنما الدنيا عوار والعوار مسترد شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة ما الحيلة ما البديل ما الحل ما البلسم ما المرهم إلا أنك تصبر بما كتب الله تعالى عليك وترضى بما كتب الله تعالى عليه وعلى ذي لي صفة الرضا واسم الرضا الذي اتصف به الإمام الرضا عليه السلام اسمحوا اسمحوا لي واسمعوا لي أن أبث لكم هذا الحديث القصي الشريف عن الله تعالى في حديث شريف قصي عبدي الرضا هنا يتجلى عبدي إذا لم تصبر على بلائه إذا لم تصبر على بلائه ولم ترضى بقضائي ولم تقنع بعطائي ولم تشكر نعمائي فاختر ربا غيري واخرج من أرضي وسمائي واخرج من أرضي وسمائي أين المقر أين المفر أين الذهاب أين الإياب أين ما نحل ونرحل نحن تحت خيمته الزرقاء نحن نحن تحت ولاية الله تعالى في زين يا حبتي وجيد بالمؤمن ينبغي عليه أن يحمل هذا الصفح صفة الرضا أنتم تقرؤون أحبتي في دعائكم ميل ليلة الجمعة الإمام علي بن بطار صلوات الله ماذا يقول إلهي فاجعني بقسمك راضيا قانعة قانعة هذا صفة الرضا الإمام الحسين عليه السلام له كلمة دعائية جدا جميلة يقول إلهي منك وإليك أثر منك ولي إذا أخرج منك ألتجي إلك أيضا لا ملجأ لنا إلا الله تعالى وخاصة نحن في هذا الزمن زمن الإبتلاء بالوباء إخواني لا ملجأ لنا إلا الله تعالى هذه صفة الرضا أطلت على حضراتكم هذا الملكة العظيمة والنزعة الإنسانية الجميلة التي يجب أن نتصف بها والإمام الرضا صلوات الله عليه حينما حمل هذا الصفة حقيقة كان اسم على مسمى كان قلبا وقالبا انسكبت أو انسكب في إنائه الشفاف هكذا جميع صفات الرضا بما لاقى من طغاة عصره وبما كتب الله تعالى له وبما جار وقسى عليه الزمان وبما حقيقة ضيقت عليه الدنيا كان راضيا وبما تحمل من مهاترات ومؤامرات العداء وخدع العداء هكذا رضا بما كتب عليه وما كتب عليه القدر بحث الإمام الجواص صلوات الله يسأل لماذا سمي أبوك بالرضا قال الله تعالى كان راضي عليه وهو راض على ما كتب الله تعالى عليه وما كتب عليه القدر وحتى أن المخالفين كانوا يرضون عنه لأخلاقه وأريحيته وألمعيته نرجو الله تعالى يجعلنا من الراضين نرضى بما قسى وبما دون لنا الدهر من مآسي وولاة يا أحبة هذا من ناحية من ناحية أخرى الإمام علي بن المسر رضا صلوات الله عليه أعظم ما في شخصيته يا إخوان وهذه قاعدة لقنوا نفسكم وطبقوها على جميع المعصومين صلوات الله على المجمعين أننا حينما نتكلم حول الإمام الرضا أو حول واحد من المعصومين صلوات الله على المجمعين نتكلم بقدرنا وليس بقدرهم نعم نتكلم بقدرنا بما تحمل عقولنا من معرفة طفيفة وقليلة وضحلة حول شخصيتهم وعظمتهم وأن كيف بالإناء إخواني كيف بهذا الإناء أن يسع لمياه البحار ولمياه المحيطات وكيف بهذا العقل القاصر أن يحتوي كل هذا المخ وهذا الدماغ العملاق وما يحمل هذا الدماغ العملاق كدماغ الإمام الرضا صلوات الله عليه ومخه الكريم وشخصيته وجهبذته وما يحمل هذا الإمام من عنوان البارز ملفت للانتباه من كرامات من شخصية من ملكات نفسية من أبجديات الإخلاق من كرم من سخاء من عبادة من جود من ضراعة من علم من ورع من شجاعة من بطولة من علوم أزلية وعلوم متحضرة وعلوم طبيعية حتى أنه كتبت كتب باسم طب الإمام الرضا طب الإمام الرضا لذلك حينما نتكلم حول الإمام الرضا على الإسلام نتكلم بقدرنا وليس بقدره وهذه القاعدة بإمكانك تطبقها على جميع المعصومين صلوات الله للمجمعين فكيف بالناقص جلكم الله إشارة لي فكيف بالناقص أن يصف الكامل نرجع الله تعالى أن يهب لنا معرفته صلوات الله عليه ونرجع الله تعالى ويعرفنا تلك المعرفة الكاملة للإمام الرضا صلوات الله ومعرفة الإمام المعصوم صلوات الله عليه تمتزج وتندمج وتنذغم مع هذا الورد المبارك كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي وهذا ما بينه الإمام الرضا صلواته الله عليه عظمة المعصوب عظمة الإمام ومقاماتهم تتجلى في هذا الذكر الشريف المبارك لا إله إلا الله كما قال الإمام الصادق صلواته الله عليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من قال مخلص لا إله إلا الله دخل الجنة حينما ذهب إلى أرض نشابور يعلمنا معنى لا إله إلا الله وليس كل من قال لا إله إلا الله حقيقة هذا وصل إلى قمة القبول الإلهي وهناك من قال لا إله إلا الله ولكن أخذ يذبح أولياء الله في كربلة أيضا هكذا الصنع مع الحسين صلواته الله عليه ويكبرون بإسم الله أكبر قتل الحسين والعملية لم تتغير لحد هذا اليوم ولم يعتريها التحول والتبدل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل الإمام رضى على الإسلام يصف مقام الإمام الذي حقيقة نحن لا ندركه ويقارن هذه الكرامات والمقامات بهذا الورد الشريف الذي يحصن الله من التجه إليه فقد دخل إلى حصن منيع وملجأ عظيم حينما دخل إلى أرض النشابور برواية 18 ألف برواية 12 ألف بيدهم القلم والقرطاس يا ابن الرسول الله تأتي إلينا ولا تحدثنا بحديث هنا الإمام صلى الله عليه قرأ هذا الحديث المعنون عن أبي عن آباي عن رسول الله عن اللوح المحفوظ كلمة لا إله لله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي أمن من العذاب عذابات الدنيا والآخرة كلمة لا إله لله الله تعالى هكذا يصف هذا الورد المبارك والذكر الشريف هكذا ثم الإمام صلواته الله عليه جعل لا إله لله بين قوسين وبين هلالين جعلها مشروطة إخواني مشروطة ليس كل من هب ودب حقيقة لا إله لله مقبولة عند الله تعالى التي يقولها ثم تحركت قافلة الإمام والإمام بعد هذا الفاصل والفيصل أخرج رأسه الشريف من الهودج وقال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها لا يقصد أنا فقط الإمام رضى عليه السلام يعني هذا الصنف صنف الإمامة صنف الأم عليم السلام ليس برجل واحد يعني مقام الإمامة إذا امتزج ومعرفة الإمام والولاء للإمام إذا امتزج واندمج بلا إلى الله هذه لا إلى الله المقبولة عند الله وأنا من شروطها نرجو الله تعالى أن يعرفنا علمة هذا الإمام العظيم صلواته الله عليه ونحن لازمنا نعيش ذكر أولادته صلوات الله عليه الإمام علي بن مسردى عليه أبوضل صلاة والسلام يا أرض طوس سقاك الله مكرمة يا أرض طوس سقاك الله مكرمة ماذا حويت من الخيرات يا طوس ماذا حويت من الخيرات يا طوس طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها علم وحلمون وتطهيرون وتقديسون وحيكم 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 أنا جيت اليوم هنيكم يجدر بنا أن نهنئ كل واحد الآخر بهذا الولادة البهيجة والسار أنا جيت اليوم هنيكم وحيكم يبعى للشان من بدكم وحيكم ألف رحمة على ميتكم وحيكم ذكر آل بخير البرية صلوات اللهم صلى على محمد وآل محمد قبران قبران في طوس قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم وهذا من العبري لا ينفع الرس من قرب الزكي ولا على الزكي لقرب الرجس من ضرري Stamp ورحنا صب الكاس يلساقي صب الكاس يلساقي ورحنا فرحتين بوقت واحد فرحنا يا ي ej انا الاجيانا يا 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 المولد الرضا ورحنا وشوفتها الاحباب بها المسي صلوات اللهم صلى الله عليه محمد والمحمد ان كنت تخشى نكبة من غادر او جائري هذين البيتين للشاعر المؤرخ العالم المدقق عبدالباقي العمري الموصلي من الاخوان ابناء العامة هو يذكر هذين البيتين بعد ان حاجته حاجة صارت وقضيت له ببركة زيارة الامام الرضا يقول هكذا اختم هنا عبدالباقي العمري الموصل من بلاد الموصل في العراق يقول ان كنت تخشى نكبة من غادر او جائري ان كنت تخشى نكبة من غادر او جائري لذب الرضا لذب الرضا ابن الكاظم ابن الصادق ابن الباقري اللهم صلى على محمد وآل محمد الهي بعظمة هذا الامام وبهيبة هذا الامام الامام علي بن مسر رضا صلوات الله عليه الساكن في ارض طوس انيس النفوس اللهم لا تحرنا من زيارته في هذه الدنيا ولا تحرنا من درجات شفاعته يا الله في يوم القيامة والشفاعة اجداده الطيبين الهي بحق هذا الامام شافي مرضانا اقضي حاجاتنا استر عيوبنا اكشف كروبنا قرض قمنا احفظ عيالنا من كل بلاء ومن كل سوء اجعل هذا البلد آمن سالم وسائل بلاد الإسلامية الهي أصرف عنا وأبعد عنا هذا الوباء عنا وعن غيرنا وشافي من ابتلي بهذا الوباء يا الله الهي بحق محمد وآل محمد لا تخرجنا من هذه الدنيا الا وانتراضا عنا واجعل ثواب هذا المجلس في ميزان حسنات كل واحد مننا واجعل ثواب هذا المجلس في ميزان حسنات امواتنا وامطر عليهم شعابي برحمتك يا رب ونهدي لامواتكم جميعا الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد